السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله هدي نطرقوا الموضوع ديال السيدة اللي جرع عليها ولدها وخرجت سكنات في الزنقة وبقى هو في الدار مع المرأة دياله والوليدات دياله. اه كنشكروا الصحفي سيوسف الاستاد واللي غادي كل لقب غادي نقولوه ليه يعني قليل في حقه لانه اه صحفي بجدارة وبامتياز صحفي مش من الصحفيين اللي كيددخلوا في في المواضيع ديالناس وكيستغلوه من نفسهم. اه اللي ترق بالصلح ما بين السيدة والولد دياله. كيف ما شفنا ان السيدة اه شرطة شروط. كان بعض الناس قالوا هدي ماشي ام. ما بغتش تصالح. هي ماشي ما بغتش تصالح. هي بغت تستغل الضرف اللي فيه الصح باش تاخد الحق دياله ترجعو هي كدقول حق راجلها. هاد السيدة حقانية وهدي ام اه صحيح غلطات انها تقت في الولد ديالها واخدت الحق ديال ولادها كاملين وعطته لولدها. هاد الولد اللي بغت تصالح وتصالح وطلب العفو من مو بس لها راسة ويدها ورجلها. ولكن اللي كان شوفوه انه هو بقي متشبت بالدار. صحيح الدار ماشي ديالك انت مقتنع وعارف ولكن خستك تعرف بالله رك خنتي الام ديالك وخنتي اخوتك وخنتي الاب ديالك وخنتي الامانة. اه نفرضو انه انت قلتي لسي يوسف انك اه اه ما زالك تدفع الطريطة انت كتستغل. انت كتستغل. يمكن نخوتك ساكنين. وما تستغلوش لك انت تزوج ديولتي فيها. يعني حسب راسك اه رك كتخلص. كتخلص هديك الطريطة مش عيب. انك ساكن مستغل. اه يمكن انت كتخلص والام ديالك كتصرف. اه كين واحد يعني واحد اه التعاون بيناتكم. اللي اللي بغيتانا ينحلو. وكنتمنى الناس يلا وافقونا الرأي. يدخلو ويقولوا لي ايا يا ايا ولا لا. يعني لك ان الرأي ديالي. غطلب من اماك سماحة. وغطرد لها الدار ديالها. ياك. وغدي تطلب من تبك سماحة. لان كيبان علبك وماك واحد الناس كبار. ويقدر يقدر الزمان يغدرك. ويمشي واليديك ولا تمشي حتى انت احنا ما عرفناش كلي سابق. وتمشي بلا سماحة. ما غدي تسعاب عليك الوقت. ما غديش تعطيي الام ديالك الحق ديالها. ومني غدي الله لا يقدر يتوفى شي واحد فيكم. كتولي المصلحة ديال ديال هاداك اللي بقى ولو الوراق في سميته. يعني مكي المخزن ما كيعترف شو بالمشاكل اللي كتصير. غدي تطلب منهم سماحة. وغدي تنازل على الدار. شوف ممك واش بغى تتنازل عليها وليها ولا الباك. تانيا. اه غاتبقى ساكن في الدار. يلا بغى تممك. ولكن الدار في سميتها. وتبقى ساكن في الدار. وكتدفع الكرة. الكرة اللي غدي يليق. بالطريطة. يلا كانت هالطريطة فيها عشرين الف. غدي تدفع انت هديك عشرين الف. هنا كنت على حسب. اه لحسب الخلصة ديالك. شوف الخلصة ديالك لانا انت كدول سيكوريتي. وغدي تشوف يلا كنت كدت تاخد اه. اقل او شوية قريب لهذا. غدي تدفع النص. والوالدة ديالك غدفع النص ديال طريطة. وطبعا غدي تمشي تتكون في الدار اللي قالت هي ديالها. اللي كتشفنا انا ديالة. وحقها هدك. يكون عندها حتى عشر ديال الدور. وانما هي يخصها اه توفي بالامانة اللي اعطاعتك لباك. باش ما يبقاش الضلم عليها. واخوتك الى كانوا ما بتربينش. او هاد خوتك الى كانوا وقباح وشي نوضو بشي حيضا. ماشي انت اللي غدي تجي تربيهم وغدي تاخد لهم الدار باش يترباوه. الانسان يكون شوية عاقل. انت بحالك بحالك تقول اشقاء ديالي. بحالك بحالك بحال اشقاء ديالك. غدي تهز الدار تنازل لام ديالك شي بسيط جدا ما فيش عرقالها. الليلة بغيت انت تعرق الموضوع. هتنازل لمك على الدار. هتولف سمية ديالها قانونيا. وهي اللي غدي تتبع طريقات بجميع مراحل القانونية. وغدي تطلب منها اسماحها وترجع المياه لمجاريها. خصك سعرف بان الدفء العائلية ما كي ما كي عوضوا تشي واحد خصوصا مع الوالدين. وانت حق الوالدين عليك ولا وتعطيهم غير ميتين درهم في الشر. حق الدواء ولا حق اه مثلا سيدلية ولا شي حاجة. ولو ما كتشدش مزين. وغدي تشوف لبارك الله غدي تطلع لك. اه تسوي الناس بزاف اللي ما عندهم شو. وعندهم موليدات وعندهم دار وعندهم طريطة فيها. وعندهم بزاف الحويج وكي يعطيو الوالديهم واحد الحاجة اه يعني كي يحيدوها منهم وصيطة ربي ما تيقول لك شعطك كل شي. الله سبحانه وتعالى ما تيقول لك شعطك كل شي واي. انما غديت اه هاتفكر هادوك الوالدين. هاتفكرهم. المهم اه هذا. اسمحوا لي ارى انا غدا كانت مشا في الشارع. هادك على شكين صوت ديال السيارات. غديت اه هاتفكر هادوك الوالدين. وشوف البركة من غدا تنزل عليك. غدا تكون لبيت عليك وكتقى ده واحد ما عاش. اللي هو كبير. وما عندك شفيه الباركة اللي كتخرج من الوالدين. كتخرج من الصداقات. كتخرج من العطف. كتخرج من بزاف ديال الحويج اللي الله سبحانه وتعالى مسخرها لنا. راه ما غاديش تطرح لك الباركة. فتشي حاجة ديالك. كنت منى اه يوصلك هاد الاوديو اللي عبارة على اه اصلاح بزاف ديال الحويج. انا موضوعي في القناة كنت طرق لبعض اه بعض المشاكل ديال القنوات. اللي عندي واحد الموضوع هنتكلم عليه ده بنيت. ولكن اليوم دخلت في هاد الموضوع هاده لانه طرق لي على حساب الطربية. ودخلت في هاد الموضوع ديال الولد اللي يجرى على الوالدة دياله. المهم لازم تكون هاد المواضيع بيننا وبين والدين وبين حبابنا تكون داخل يوما نخرجوهاش باش ما تخرش للرأي العام وتكبار ويبدأوا يقولوا عليك الناس راكم سخوت. مع العلم انه لما شتك بغيت صالح وكتبوز الوالدة ديالك فيك واحد فيك واحد الرحمن للوالدين كتعرف بحق الوالدين كتعرف بحق الحياة لانه طبعا ترك والد ولدات. كانت منه رجع العقل العقله وتعرف ان الحق ديال الوالدك وان الام ديالك ما قال شي حاجه خيبة باش نعتوه الناس ماشي ام ام قاسية. عند الحق كل الام تتكون قاسية. واردوا بلكم ان القاساوة الوالدين هي اللي كتربي لانا الاجهة الطبطب ارى ما كيتربوش اللي كتبراري. وعرف ان الام ديالك لاقصة عليك او الاب ديالك لاقصة عليك ارى هاها مصلحتك مبالك الى حقك عندهم. واش هانا ده ام امي تعطيني ذهب او تعطيني فلوس او تعطيه الاخوية ونضرب تطمع ليه. ونقول لديالي حق ما نعطيش لمحيس اخوتي شفاري او لا اخوتي ماما ربينش او لا اخوتي كي يطلبوها لا. اللي كل يذي حقين حقه. كانت منى وكانت منى وان شاء الله هاد السيدة تزيد تسمح لولدها وتعطيها هاد الحق اللي هو باغي يجلس في دار لانو ما عندوش. اه ريتما يقلب على راسو او لا يدفع الطريطة وكأنه اه كأنه كرا. اه وتكون عندو واحد المصداقية بينو بين نفسو اولا وبينو بين الولدين ديالو باش ميخسرهمش باش ميخسرش خوتو باش ميخسرش. اه فعلا هو قال لك راح انا ولادي غاد يقولو عمي ولا لكن الولد مني غاد يكبرو يبغي يقول عمي هرا هادك عمو شايفو بلا روا هادم لي حقو واخد لي حقو يعني ما تبقاش شا تهضر في احد المسألة اللي كتجيبها الحق لك نتايا لا خصك تفهم ان الحق ديالك غادي تاخدو اه امك قاتلك انا غادي يكون عندي 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 جوج ديال الضيور ونهار يجيب الله الفرقة ديال الدنيا غادي تاخد حقك بحق الحق الدراري ولكن حتى ولو كنتي كتدفع الطريطة هرا هادك الحق ديال ديالك انك تدفع ديالك الطريطة هرا حق وليديك رحقك وحق وليديك حقك انت انك ساكن وحق وليديك انه امه يرى الدار ديالهم ماشي جات الوليدة ديالك ووضعت فيك وحد تيقا وقاتلك هولدي اخد اه 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 دار دياله في سميتك لانك انت بقي صغير وانا يانا بدان ندفع الطريطة وحنا يساكنين جميع وحد النهار قلتي ليها لا ارا واخد خرج مجريتيش عليها وغا تخرج بوحدة هادك هي الوسيلة باش غدي تاخد حقها اراها ام قدي تدير اي وسيلة باش تاخد حقها وحقكم كاملين ما سوقش تقول لارا عندها هذيك الدار تقسمها اليوم واليك الدار ديالي لا راي لانا الورق في سميتك الورق ما تيعطيوش الحق شي واحد يجي اخد معك شي حاجة لا بغي تتحافظ على وليديك وتحافظ على اخوتك اللي غاي يقوله اليوم واحد النهار والادي عمي وهي اكيدة عمامهم خاصك تعطيه الحق ديال وليديك ترد الحق ديال وليديك ماشي حق حقوتك هادك مدام الوالدين فوق الارض هادك حقهم واللي كيدير شي حاجة بيديه كيفرح بيها كيهررس يلا بغي يهررس ويجددي لبغي يجددي لبغي يجددي ويبلاني لبغي يبلاني ويقاد في الدار كي مبغى كتكون عنده واحد الحلاوه ماشي تتصيب انت كتقول را ماشي ديالي راني غاي هارف عليها بهذا الاسلوب هذا يعني الانسان خصو يكون اه الى غلطان يقول انا غلطان ولا غلطان يصحح الغلط دياله ماشي عارف انا بينه وبين نفسه انه غلطان او لا الفلوس اللي مش هاتلك راك سكنتي بهم على كدرتي تتجوجتي فين سكنتي ودوك الدراري فين كبروك رفاديك الدار حسبها راك دار مواليها ماشي ديال موك ماشي ديال باك راكنت مأجرها ايو هدا يدي الواحد كاري عند الناس وقالوا حقا ما حقا راه مات السيد اللي كاري قالوا ما سيروا يجيبوه لي انعطي الكرة دياله لان انا ما كنش كان عارفكم كان عارفه وارا هدوك واراتا غاتي تخلص لهم الكرام وارا سادرتي بحال وتانتا قال لي حقا ما حقا راه لا راه تعطاني ما عنديش فين نسكن خرج بعدها وما عارتش ربك يجيبلك الرزق ديالك قول اوخه الوليدة انا سكن هنقلب لك الدار ديالك في سميتك وسميت الواليد ودير واحد الحفيلة وجمعهم على قد الحال وتسامح معهم بعد ما تكون دايجان تايارك تنازلتين لهم على الدار ديالهم وكتبقى منك راقات لك راضية عليك دنيا واخرى انا هذا الموضوع كنت بغيت نتطرق فيه بواحد اربعاد يالتقيق ولا كي لقيتو الشدني لانا كنين بعد درالي الله يهديهم كيديرو هاد المشاكيل وكيورطوه حتى العيالات ديالهم تقدر المراد يالو كما انتقلدوش تقدر تكون تسمع لي وتأيدو وتقول لي هي وتحنيلها الراس باش هو يدير هاد الشيلي دار تقدر هي مشغلهاش بينو 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 لكن هي مستفيدة كنبغيو نقولو لهاد العيالات اللي كي تجوجو بالدراري اللي تيكونو عندهم شي حويج مع وليديهم بسكري وكي تجيوهما عجاو ميدخلوش بينواليديهم بالعكس تقول لي راحنا عنا الوليدات وخصنا نقلبو على الحلال باش وليداتنا يكبرو مزيان ويعيشو مزيان وحنا بغينا نربيو ولداتنا بالحلال ما بغيناش شي حاجة اللي ماشي ديالنا حيز هادوك الدراري لكبرو بالحلال راح كي يكبرو صالحين صالحين دين ودنيا دين كي يكونو مصليين موضيين صايمين مزكين دنيا رات يكونو برين بيكم وبرين بالناس وبالجيران وما كيدروش لكم الفضايح اللي ولينا كنسمعو فيهم دابرة الحرام واليد خلح لعباد الله اللي خلال هادشي كنشوفوه اللي الناس نحارفات بزاف وبعدات على القرآن وبعدات على الدين بزاف وعلى السنة وبعدات على بزاف ديال الاشياء اللي كنا كبرنا بيها وما بقاتش دابا كانت منا لكل عيالات ما يخلي وش رجالاتهم يحقروا على وليدهم لأن راح الولاد كي يشوفو هادشي اللي كيديرو الوالدين ديالهم الوالدهم راح كيكرروه راح تيكرروه إلا من راحي ما ربي راح انت في الدور ديالك في الدنيا أنك انت تخلي شي حاجة اضعف الإيمان تخلي درية صالحة تدعي ليك وتكون صالحة للأمة هاد السيد هادا كان عود نكرر يمشي تسمح مع الوالدين دياله ويتنازل يتنازل باش تكون نية صافية وما يفكرش ما يفكرش فين غديسكن غري لاقصها راح يلمو راح يلمو هادك اشتي لارد لي هاد دار قد قولي يسكن خلص معي النص ديال طريطة على حسب لمدخول الشهري دياله يقسم معها يخلصها كاملة على حسب إلا خلصها كاملة غايقول لها ما غنعطيكم شهدو كل فلوس وغادي يسكن وغايقلب على راسه يمشي يكري يريسا ما يندبر على راسه وهو كيف قلنا الصحفي النازيه إلى القليش محسنين يعطيه هي باش يكري أو باش يصدق كان بها غادي يلقى المحسنين تبارك الله را المغرب عامر بالمحسنين را غطاو على المجرمين اللي ديرين الفضايح واللي ديرين كان سميه منا مجرمين هادوك اللي تيدروا دوك الفضايح كان سميه مجرمين ويبقى مزيان مع والدي وفين يكبروا وليداته وفين يعيدوا وفين يحتلعيدوا في ديورهم يمشيوا عند جدواتهم في الجدات والجد يفرحوا بالإحفاد ديالهم يجيوا عندهم ميشوفوا شفيهم ديك الشوفاء أو يدوزوا لهم على راسهم يقولون انتم ماليكم الدنب ولكن وليدكم أو بباكم دار لي وفعل لي وصنع ليه بالنسبة للموضوع اللي تطرق ليه أنه أخوتو تيدروا شي حاجة في الدرب كان الناس عيشة كان الناس كده يخلي يدير اللي بغارة غدي يفق واحد النهار وغدي يقوله مزيان المهم انتا يا إلا أخوك دار خيب في الزنقة انت رادرتي خيب مع والديك أب شعل أب شعل جاري ما اللي يدرتي هي أنك انت الوالدين ديالك ضلمتهم ما عندكش الحق فتشي حاجات الشي اللي يدرتي رادرتي أرجع الله وخليك خوتك ما سبقاش تخلط المواضيع خليك خوتك بينهم وبين والديهم وصيدر بيونفسهم وانتا نقي نفسك ما توصلش شي حاجة اللي هي في المستقبل غدي يدرك راه الحرام عمرو ما كي زيد ينور صحيح أنه كي ينور بزاف فدان وكي ينور بزاف غير على الحلال كي ينور شوية بشوية مني كيتحرق ذاك الفدان ديال الحرام كي طلع ذاك الفدان ديال الحلال يا الله نور وكي يشد بالصح نيت كي يشد بالصح وفي الصح يعني رجع الله وتقل الله وعرف أنه الدنيا فايتة الإنساني لم شاف قبره أرا ما كي يدي معادته حاجة شرويطة إلا كتابت لي مش نقوله شرويطة نقوله كفن إلا كتاب لي إلا كتاب لي هادك الكفن كي لي ما تيكتبش لي نسعى الله السلامة خليتكم على خير وكنطلب منكم تشوفوا القناة الجديدة ديالي اللي هي كتطرق البعض ديال الحكايات هنخلي الرابط ديالها عندي هنا وتهي حكايتها زوينين وفي الواقع واش غادي نقول لكم في الواقع العربي وغادي نجيب لكم حكايات واقعية من الواقع المغربي باش ننوعوا شوية من القناة ما نبقوا شغي حطين على هاتها بالقنوات وهاد الحكايات اللي كي طلعوا لنا في المغرب اللي كيكونوا موضوع الساعة وفي الأخير كانت من الأخ يوسف الصحفي النازيه على الطريقة ديال الحوار والطريقة اللي كيدخل بها الصلح وكيدخل بها القلب ديال الاتنين اللي تيكونوا متغيرين مع بعضياتهم سواء أم الإبن سواء جيران سواء أصدقاء ولكم مني جزيل الشكر وشكرا أدروا لايك واشتركوا في القناة سرا قناة زوينة مشيكا نشكر فيها لأن قناتي وإنما قناة ديال فائدة ولكم شكر ترجمة نانسي قنقر